فعنك إنك تقتل المصاريف الزائدة بالشركات وبرنامجك لإعادة هيكلة نيسان وإستلامت نيسان كان بيقتضي إنه بإزالة 21 ألف وظيفة شو الشعور اللي بتحسه وقت تاخد هيك قرار يعني تشيل 21 ألف شخص من وظيفته ديك أنا لو كنت تقتل بس ما كنت طلع مني شي يعني مثل ما بتعرف زيارة بتحب تقوله ايه كوست كيلر بس لو كنت كوست كيلر بس إنه قطاع رؤوس ومصاريف لأنه ما حدا حيلحق إذا بست كوست كيلر نعم بخوفوا منك بركية بلحقواك سنة سنتين وبعدين خلاص هيدا بدك تفسير إنه الكوست أفورت شو معنيتها كوست أفورت ليه عم تعمل أنت كوست ردكشن لأنك أنت عم تاخد ريسورسز من محل ما عم بيقدوا عشي وعم بتحطهم بمحل تاني للمستقبل يعني أنت عم تعمل ريالوكيشن أوف ريسورسز هيدا الكوست كاتين عم تخطهم مصادر من محل عم تخطهم محل تاني لتكون عندك مستقبل نعم نحنا مثل ما قلت أنت أول شي أنا خفط 21 ألف موظف ما كانوا عم يشتغلوا كيف ما كان كانوا محطوطين لأنه كان الياباني خايف يخفف لأنه خايف من المجتمع خايف من ونيك عندهم وزيفة لمدى الحياة هذه الشركة صار لعشرين سنة عندها مشاكل صار لعشرين سنة وكل ميلة عم ترجع على ورقه وانجبروا وتصور أنه انجبروا الياباني يروحوا يستدعوا واحد أجنبي يساعدهم يحل مشكلتهم يعني تشوف أديه أخذوا على نفسهم وأديه كانوا مستقين يدعوا حل يروحوا يجيبوا واحد أجنبي ببلد مثل اليابان مش بحيالة إطاع بإطاع سيارات اللي بيعتبروا حالهم هني number one أبطال العالم جينا شو عملنا cost reduction أول شي مزبوط شو عملت أنا أنا أخذت كل هالريسورس وحطيتهم بالproduct وبالتكنولوجي وبالمعامل بالابتكار بس وصلت على الإنسان كان فيه 145 ألف موظف نعم 145 ألف نزلنا من 145 ألف إلى 120 ألف مزبوط هذا إطاع روس وكذا من الرشود تعرف كم شخص فيه بس تركت نيسان سنة 2017 كم موظف كان فيه بنيسان كان فيه 350 ألف وحد نزلنا من 145 ألف إلى 120 ألف إلى 350 هؤلاء 350 بحياتهم ما كانوا شوفون لو ضلتنا عن 145 ألف همهم